مبادرة صيفنا يحلو بالقراءة أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية القراءة وغرس حب القراءة عند الطلاب القراءة هي غذاء العقل والروح فمن خلال الإبحار في خضمه ينمو الفكر وتهذب النفس وتوسع دائرة الثقافة والإبداع ومن هنا أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة صيفنا يحلو بالقراءة في إطار خطة الوزارة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الطلبة على القراءة خلال فترة إجازة الصيف انطلقت الحبلة تاريخ 24 من الفجيرة لمدة يومين ونحن لمدة يومين في فلسفة لدبي واليوم حتى أرحب بالأسر يعني إذا هم قادرين يزورونا اليوم أسبوع القادم إن شاء الله بنكون في راك ومول في راس الخيمة وبعدها في أم القوين وبنختتم الحمل إن شاء الله في عاصمة الكتاب في إمارة الشارقة تشارك مبادرة اللغة T بمخيم لغة الصيفي مع وزارة التربية والتعليم في صيفنا يحلو بالقراءة طبعا المرة الأولى نحن نشارك في هذه الفعالية ومشاركتنا تي بي ركن نستخدم فيه الوسائل الذكية لتعلم اللغة العربية تهدف المبادرة التي تشمل كافة فئات طلبة المدارس إلى ربط القراءة بالأنشطة اللاصفية في المدارس من خلال عدة مبادرات مساندة من شأنها أن تنمي مهارات الطلبة وتحفزهم لحب المطالعة من خلال منصة القراءة التفاعلية التي تحتوي كتبا وقصصا إلكترونية تفاعلية إلى جانب مسابقات وألعاب وتحديات يعيشها الطالب لتصبح القراءة عادة مهمة في حياتنا اليومية حبينا نشارك بهذه الفعالية كتطوع ليش؟ لأن الفعالية جدا مفيدة أولا ثانيا أن الأطفال تعلمهم وتحفزهم أن يستخدمون عقلهم في التفكير تتضمن الحملة فعاليات وجلسات قراءة ينخرط فيها المتطوعون وأولياء الأمور إلى جانب المعلمين وورش عمل مبتكرة للمهتمين بالثقافة والقراءة أنا حبيت أن القراءة لأن أقرأ وأن القراءة تفتح بواب العلم والمعرفة تسعى الوزارة من خلال مبادراتها الثقافية لتعزيز القراءة في نفوس الطلبة ونشر قيم التسامح والسعادة وتعزز نواتج التعليم فالكتب مرشدة في الصغر وتسلية في الكبر ورفيق في العزلة لتشجيع الطلبة على القراءة خلال فترة الإجازة جاءت مبادرة صيفنا يحلو بالقراءة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم مستهدفة جميع شرائح الطلاب لإخبار الدار لمياء المازمي من دبي ترجمة نانسي قنقر